ضع الملح بقلب الفريزر ونتيجة ما رح تصدقيها نهائيا طبعا اللي مصلح طبعول التلاجات قال لي ضع الملح بقلب التلاجة أو بقلب الفريزر ورح تنصدمي من النتيجة ومش رح تصدقي شو رح يصير وصدقييني نتيجة روعة ومبعد ما تشوفيها ديما رح تستخدميها بقلب برادك وصدقييني بهيدا الفيديو مليان أفكاري كتيري وبإذن الله رح تطلعي مستفيدة لو بفكرة أو بفكرتين أو بعدة أفكار وما تنسيها أحبائي من اللايك الحلو منك من بعد ما تشوفي هيدا الفيديو وطبعا ما تنسي تكتبيلي تحت من أي بلد عم بتتبعينه وخلينا نتقل لأول فكرة عندك بصل أحمر أو عندك بصل أبيض مثلا عادة أنت بس بدك تقصي البصلية بسورة ينزلوا عيون لليوم رح علمك على طريقة كتير حلوة تحت تحتمديها لهيدا الطريقة ما عليك إلا تجيبه محرم بهيدا الشكل وطبعا هيدا المحرمة أو الكليناكس لازم تكون قاسي يعني بتكون حجمة كتير كبير شو بتعملي بتجيبه شوية ماي ماي صغيرة ما بتكتري أبدا وتحطيها بهيدا الشكل وهوني انت رح تقشر البصل من دون دموع ومن دون أي شي رح فرجيكم التاجر بقدة معاين رح أشرها للبصلة بهيدا الشكل متل ما شايفين هلأ هون نحنا رح نقطع البصلة من دون دموع ومن دون أي شي اعتمدوها لهيدا الطريقة صدقوني غير شكل صدقون هوني ما دمعت عيني لو بتكون تقشروا 20 بصلة اعتمدوها طريقة غير شكل متل ما شايفين خلونا ننتقل للفكرة اللي بعدها بحيل البخور بقلب البيت اذا بحل انت مثلا حبيت بخري بيتك ومحتارك كيف بدك تبخريه او مثلا قليتي سمك بدك تروحي ريحة السمك ما عليك إلا بالصابون كيف نحنا رح نستخدم الصابوني والفحمة بداية طبعا نحنا منولع الفحم كتير منيح تحتى تجمر ما بدنا فيها سواد أبدا بتجيبي من الصابون بهيدا الطريقة شقفة صغيرة بهيدا الشكل ولا أسهل من هيك او كمان فيك تجيبي اذا انت بحل ما عندك فحم شو بتعمليه بتجيبي الصابوني طبعا انت بها الوقت شو بتعمليه بتكوني انت حميتي على النار ملعة حتى تسخن معاك كتير منيح وتصيري انت تبرشي شوء الصابون بهيدا الشكل وبتفرفتهم على ايدك إذا بحل كمان انت ما عندك الفحم فبتحطون بهيدا الشكل ستقولي نتيجة غرشك وخاصة انزل قليته سمك قليته أي شي هلأ هوني مباشرة رح نحط طبعا نحنا الصابون هلأ بتشوفوا كيف رح تطلع ريحة البيت الصابون بتعقد ريحته غير شكل طبعا احنا جبنا الملعة بتحطه بس فقط هيك رح يدوبه وليكو كمية البخار رح تطلع من وين من الصابون اعتمدوها وطريقة كتير حلو طبعا انا هيدا الملعة بستخدمها بس فقط لهيدا اللي امور انتو بتعملو بس هيدا الطريقة الله رح تطلع فعلا من دون مبالغة رح تطلع دعتمدوها بتجنن بتجنن الله رح تطلع خلونا تقلع الفكرة اللي بعدها تحافظ على الخضار دونس عنديو الكذبرة عنديو النعنة عنود كتير طويلة رح لدك على هيدا الطريقة تعتمديها ato رح لديك اكيس من الكارتون مش كارتون مال vaig visa تحديها بهيدا هيدا الطريقة هيدا الطريقة وطبعا انتو كمان عندك اكيس من الكارتون وك Governor تحتي دونس قصيد ؟ و تجيب شقفة قطن بهايد الطريقة و تضعها بهيدا الشكل و تضرنيها بهيدا الطريقة هوني صدقيني رح تضاين معاك لامدة كتير طويلة نتيجة رائعة فاعتمديها لهيدا الطريقة و صدقيني اما رح تخسري شي عندك فراخ عندك الجيج عندك حموس عندك لحمة متلجة متل ما شايفين و بدك ينفكوا معاك بكل سهولة ما عليك إلا تتبعوا هيدا الخطوة هيدا الخطوة كتير مهمة بداية احباء انا عندي هوني طنجرة متل ما شايفين شو بتعملوا بتسخنوا مي صغيرة على بتسخنوا مي على النار و بتحطوها مباشرة الوين بقلب الجات او بقلب الطنجرة بهيدا الشكل و بتضيفوا انتو هوني عندكم اللحمة عندكم مثلا الحموس بتكون تدوبوا بهيدا الطريقة و بترجع بتحطو فوقه مباشرة الغطة بتتركوه ما يقارب نصف ساعة او الساعة هون ساعتها شو اللحمة او اي نوع متلج رح يدوب معاك و نعتمدوه طريقة كتير حلوة خلونا انتال للفكرة اللي بعدها تحافظ على خياراتك ما عليك إلا تحتمدي هيدا الطريقة بتجيب شوية ماي وكل يومين بتغيري الاخيار و بتكب الميت بتجع بتحط الخيار مرة تانية هوني صدقوني رح يدينوا معاكن لمدة كتير طويلة اعتمدوها لهيدا الطريقة كتير حلوة ضع الملح بقلب الفريزر نتيجة خيالية مش رح تصدقيها طبعا الله يبارك فيه طب هو اللي مصلح للبردات خبرني عنا و قالي مبعد ما تستخدميها رح تعتمديها دايما و دايما بيخفوها عنا اصحاب اللي بيصلحوا البردات بداية احبيه مثل ما شيفين انا عندي هوني كمية من الملح و انا بحاجي لمالعتين كتير كبار بقلب الملح و خلونا هلأ نبشر كيف منا نطبق اللي عملية بداية احبي انا بحاجي لتلات من المحارم او من الاربع المحارم اللي بيجو شوي يسميك هلا هون انا شو رح اعمل مثل ما شيفين بعد ما انا حطيت المحارم فينا نستخدمها او فينا نعمل نحنا مننا اتنين او تلاه لانو البراد بيجي امرار الو اربع فتحات او فتحتين او فتحة وحدة فنحن هون نعمل كزا وحدة حسب البراد اللي حنا انا عندي هون متل ما شايفين بقلب الصحن انا عندي ملعتين من الملح بحاجة الى ملعة صغيرة من الماء طبعا انا هون رح اجرى حط شوية ملح لانو انا بحاجة لقلهم يكونوا متل الرمل او متل التراب ما بدي الملح يدوبوا بهذا الشكل هلأ هون انا الملح رح اكسرهم بهذا الشكل فينا نستخدم الملح العادي وفينا نستخدم ملح الصخرة رح نخلطهم كتير منيح بقلب بعض شايفين كيف عملوني عملوا معاي هيك متل الكتلة هلأ هون رح نجيب المحارم رح نسكيره على الجهتين بهذا الطريقة متل ما شايفين وراح نحط الملح بقلبها صدقوني بعد ما تجربوها انا من الاشخاص جربتها وانا دي همان باعتمدها وبحطها بقلب برادة هلأ من بعد ما حطتهم شايفين كيف هيك نعمين وراح نمروهم كلهم على المحارم بهذا الشكل هلأ هون احنا كيف رح نستخدمها هلأ بديتان بتجيب وحدة بعد ما نحمالها بهذا الطريقة ومنسكيرها كتير منيح منحط وحدة بقلب جرور الخضروات او على رف التلاجة وهون ما رح تخلي الخضروات تعفن وبتسحب الرتوبة كلياتها من التلاجة لو كمان عندك ريحة بشعة منها حلوة بالتلاجة تمتص كل انواح الرواح وكمان اللي حلو فيها بالفريزر او بالتلاجة بتزبط لك رتوبة التلاجة لو عندك انت الرتوبة خربانة رتوبة بقلب التلاجة خربانة بتزبط لك كل شي وبهذا الحركة رح تزبط لك كل اموري تمدوها لهذا الطريقة كتير حلوة انا حطيت واحدة بقلب اول براد بقلب التلاجة وبالتانية بقلب البراد العادي وتمدوها هو طريقة بتعايد وانا هون احباقي صار بدي ودعكن الى الليقاء بفيديوهات التانية ما تنسون احباقي من اللايك